مقابل رفضي إجراء استفتاء لتقرير المصير في إقليم كتالونيا يدعم رئيس الحكومة الإسبانية بيرو سانشيز إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء المغربية قال رئيس الوزراء الإسباني بيرو سانشيز يوم الأربعاء خلال جلسة لمجلس النواب إن حكومته لن تقبل أبدا بإجراء استفتاء لتقرير المصير في كتالونيا وهو أهم مطلب للإنفثاليين الكتالونيين الذين يرتقبوا أن يستأنفوا المفاوضات مع الحكومة المركزية في مدريد خلال شهر شتنبر المقبل وأكد سانشيز أنه لن يكون هناك استفتاء لتقرير المصير وذكر أن الحزب الشراكي الذي يشغل منصب أمينه العام لن يقبل أبدا هذا النوع من الانشراف وأوضح أنه من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير يجب أن يتوصل أولئك الذين يدافعون عنها إلى إقناع ثلاثة أخماس هذه القاعة بتعديل المادة اثنين من الدستور الإسبانية وأن يصادق الإسبان والإسبانيات على هذا التعديل من خلال استفتاء وهو إجراء أقرب إلى المستحيلة وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من موافقة الحكومة الإسبانية اليسارية على العفو عن تسعة انفصاليين كتالونيين حكموا بالسجن بـ 9 إلى 13 سنة لدورهم في محاولة انفصال الإقليم ويتناقض رفض بيرو سانشيز لإجراء استفتاء لتقرير المصير في كتالونيا مع دعم حكومته والدولة الإسبانية بشكل عام للاستفتاء في الصحراء المغربية ففي برنامج للانتخابات التشرعية التي جرت في 28 أبريل 2019 دافع الحزب العمالية للشراكية الذي يترأث عن ما يسمى بحق تقرير المصير لشعب الصحراء المذعوم فيما يؤيد تحالف يونيداث بوديموس المشاركة في الاتلاف الحكومية الاعتراف بالجمهورية الوهمية وشارك أعضاء الحزب في مسيرة 14 يونيو في مدريد الداعم لانفصال الصحراء المغربية عن بلدها الأمة ويشترك الحزب الشعبي الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة مع الحزب الشراكي في نفس الموقف بخصوص موضوع الاستفتاء حيث يرفض في كتالونيا ويؤيد في الصحراء وإن لم يعبر عن ذلك في الآونة الأخيرة صراحتنا وتجهل بيدرو سانشيز الحديث عن تقرير ما يسمى مصير الشعب الصحراوية خلال خطاباتي لعام 2019 و2020 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما تحدث عن ذلك ثنة 2018 لكن حكومتي عادت لتؤكد موقفة داعم لما يسمى تقرير المصير في الصحراء بعد اعتراف إدارة ترامب بالثيادة المغربية على الصحراء المغربية يذكر أن المغرب كان من بين أوائل الدول التي ثارعت ثنة 2017 إلى رفض إجراء استفتاء لتقرير المصير في كتالونيا وأعلنت وزارة الخارجية في بلاغ لها أن ذاك أن الحكومة المغربية الوفية كعادتها لاحترام مبادئ القانون الدولية تعبر عن رفضها للمثلثة الأحادي الجانبة لاستقلال كتالونيا وتتشبت بثيادة مملكة إثبانيا ووحدة الوطنية والترابية وأوضحت أن المملكة المغربية لا تعترف بهذا المثلثل الأحادي الجانبة الذي يتعارض مع الشرعية الدولية كبير مستشاري جو بايدن يصرح الإدارة الأمريكية الجديدة لم تتراجع على قرار الاعتراف بمغربية الصحراء وكشف موقع أكسيوس الأمريكي أن بريد ماكغروك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط طمأن وزير الخارجي المغربي ناصر بوريتا بخصوص عدم التراجع عن قرار الاعتراف الأمريكية بمغربية الصحراء وبحسب ذات الموقع المقرب من صناع القرار داخل البيت الأبيض فقد تحدث كبير مستشاري بايدن مع بوريتا قبل أيام وأخبره بقرار الإدارة الأمريكية الجديدة القاضي بعدم التراجع عن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء ووفق ذات المصدر فقد دع المستشار الأمريكي بوريتا إلى دعم تعيين مباوت جديد لقرية الصحراء من أجل المثاهمة في تحريك العملية الدبلوماسية وعرج المصدر على المباحثات التي أجرها وزير الخارجي الأمريكي طوني بلينكا مع نظره المغربي ناصر بوريتا في الشماع اللهم في روما يوم الاثنين الماضية مشيرا إلى أنهما لم يتطرقا إلى ملف الصحراء أو التطبيع مع إسرائيل وإلى إسبانيا حيث ذكرت تقارير إسبانية أن اليخت الشراعي للملك محمد الثالث عبر قرب المياه التابعة لمدينة ثبت المحتلة في رحلة رافقته فيها ثلاث فرقاطات تابعة للبحرية الملكية المغربية في الطريق نحو شاطئ الرأس الأسود بكابو نيغرو ونشرت ثوتة هذه صورا وفيديو تقول أنه توسق للحظة مرور اليخص قرب الثواحل ثبت المحتلة رفقة دورية بحرية في وقت لا يوجد فيه تأكيد رسمي لأي زيارة يقوم بها الملك محمد الثالث لشمال المملكة ودأب الملك محمد الثالث على قضاء عطلته الصيفية في الشواطئ المذيقة وكابو نيغرو حيث سبق أن تسبب اقتراب الحرص المدني الإسباني من قارب ترفيه على متن عاهل البلاد صيف 2014 في أذمة بين المغرب وإسبانيا أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي جيبي سيباستيان كوفود اليوم الأربعاء بالرباطة أن الدنمارك والمغرب تجمعه مع علاقة قوية ومتينة ما فتئت تتعذذ بشكل مضطرد على مدى الثنوات الخمسة عشر الماضية وقال كوفود خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجرى مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية ناصر بوريط أن الزيارة للمملكة تهدف إلى دراسة ثب لتطوير هذه العلاقة بشكل أكبر وبخصوص قضية الصحراء المغربية أكد كوفود أن بلاده بمعية الاتحاد الأوروبي يدعمان حلا قائما على أساس مسلسل الأمم المتحدة والمفاوضات موضحا أن الدنمارك كان لها دائما موقف تابت من هذه القضية وتواصل الدعوة إلى حل في إطار الأمم المتحدة من جهة أخرى قال الوزير الدنماركي أنه معجب بتدبير المغرب لوباء كوفيد-13 موضحا أنه ناقش هذه المسألة مع بوريطة فضلا عن الثبول والمبادرات التي ترمي إلى تحقيق انتعاش اقتصادي مستدامة وفي هذا الإطار أكد كوفود استعداد الدنمارك لدعم المملكة خلال هذه المرحلة من التعافي مشيرا في هذا الثياق لمدكرة التفاهم التي تم توقعه يوم أمثى التلتاء مع الصندوق الأمم المتحدة للثكان في المغرب لتعذيذ ولوج نساء والفتيات في وضعيتها شاشة للحقوق والخدمات الأساسية وضمان التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهن وضف المسؤول الدنماركي أن هناك موضوع آخر محط اهتمام مشترك أثير خلال هذا اللقاء وهو موضوع الطاقة الخضراء حيث يحتل المغرب مواقع متقدمة فيه فضلا عن إمكانات الهائلة مؤكدا أن البلدين يجمعهما تعاون ممتاز في قطاع الطاقة وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وصف كوفود المملكة بأن شريك مهم في محاربة التطرف مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركته في الاجتماع الوزارية للتحالف الدولي المناهد لداعش الذي عقيد هذا الأسبوع في روما كما أشهد الدبلوماثية الدنماركية برئاسة المملكة المشاركة للمنتدى العالمية لمكافحة الإرهاب وقال كوفود تحدثنا أيضا عن الهجرة وأهمية العمل ثوية على هذا الموضوع الذي يحتل بالفعل مكانة مهمة بالنسبة للمغرب مبرزا استعداد الدنمارك لدعم المملكة في محاربة الهجر السرية كما توجه بالشكر للمملكة على الجهود التي تبدل على هذا المستوى وأعرب رئيس الدبلوماثية الدنماركية الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكتين عن استعداد بلاده لمواكبة المغرب والتعاون معه في إطار برامج ثلاثية لصالح القرى الإفريقية وفي هذا الصدد أعرب المسؤولان عن تطلعهما للدفع بالتعاون الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين إلى مستوى علاقاتهم السياسية الجيدة حيث استعرض في هذا الإطار ثبل تشجيع الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين وتوسيع دائرة التعاون التنائية في مجالات جديدة واعدة وخلال اللقاء له مع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثمانية أضافت المصادر أن المباحثات تطرقت أيضا لملف التعاون الثلاثية لفائدة الدول الإفريقية الصديقة والتجربة المغربية الرائدة في هذا المجال والمجهودات التي تقوم بها المملكة في إطار الثياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد الثالث من أجل دعم ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية وذلك من خلال استثمارات وازنة في أهم القطاعات الاقتصادية وبرامج لتكوين الكفاءات ونقل الخبرات وتعزيز الحكامة الجيدة وكذا على مستوى التطير الدينية وإشاعة القيم الإسلامية السمحة للتثامح والتعايش